أوكي سوني أخيرا خرجوا عن صمتهم وأعلنوا عن مؤتمر جديد قادم رسميا بتاريخ تسعة تسعة الفين وواحد وعشرين يعيني يعيني على التمييز يا سوني كنت أقولوا من أول أن كنا ناوين على موعد مميزك كنا ما أزعجناكم كل شوي بدنا مؤتمر بدنا مؤتمر بدنا مؤتمر مدته رح تكون أربعين دقيقة رح يكشفوا فيه عن مجموعة ألعاب كبيرة قادمة خلال ما تبقى من الالفين وواحد وعشرين وشوي من ألعاب الـ 22 وبهذا الفيديو إن شاء الله رح شارككم شوي التوقعات للمؤتمر وأكيد طبعا رح شارككم الإعلان الأسطوري هذا نعم عزيز المتابع لأنه VIP SCD Key رجعوا لنا مجددا لو بدك تتخلص من علامة تفعيل الويندوز المزعجة وتشتري الأصلة فهون رح تلاقي أسعار رخيصة خصوصا مع كود الخصم SKAR اللي بيخصم 20% بعد ما تدفع مباشرة بيوصلك الكود بتروح على الإعدادات ثم على الـ Update & Security ثم على خانة الـ Activation من هناك بتحط الكود اللي وصلك وألف مبروك يا برو صرت برو رسمي كود SKAR أيضا بيشتغل على الأوفيس لو حابين تشتروه بسعر رخيص بـ 46 دولار فقط بعد الخصم لو حابين تشتروه أي شيء من الموجود وبنفس الوقت تدعموني شيكوا على VIP SCD Key واستخدموا الكود الروابط كلها بتلاقوها بالوصف ويلا بدون أي مقدمات أكتر نبدأ مع توقعاتي الشخصية للمؤتمر وكمان فرصة لكم حتى تعطوني أنتوا توقعاتكم رح نبدأ أول شيء مع الألعاب الحصرية بما أنه هذا المؤتمر أكيد رح يكون مركز على الألعاب اللي من نشر سوني أو الألعاب اللي من استوديوهاتهم باعتقد ما حدي فينا جاي إلا مشان يشوف الكبير يا جماعة الأسطورة القادمة واستعراض مؤكد طبعاً لـ God of War كشف سينمائي من داخل اللعبة مع الاسم الرسمي أخيراً ويمكن يعطونا هيك لمحة جيم بلاي بس ما باعتقد أبداً نشوف شيء مطول مع موعد إصدار 2022 لكن بدون تحديد خلاص بسكر المؤتمر معلم ما عد بدنا شيء زيادة لسه مبارح فتحوا الطلب المسبق لهورايزن فربادن ويست واللي معه بلشت حملي سلبية ضخمة ومستحقة تماماً تجاهها فما باستبعد أبداً نشوف له عرض جديد خارق الجمال حتى ينسونا شو عمله وبصراحة اللي عملوه بيستاهل فيديو فيديو من نوعية الإعطيني أكتر يا رفت شنو ولا أنت شو رأيكم؟ Gran Turismo 7 متوقع تنزل بصيف 2022 توقع شخصي وعالرغم إنه الوقت قد يكون مبكر إنه نيأكدونا هالشي من هلا بس ما عندي ذرة شك إنه رح نشوفها بعرض جيم بلي جديد مع نافذة إصدار معينة بدون تحديد Naughty Dog رح يكونوا موجودين متأكد تماماً من هالشي بس كيف رح يكونوا موجودين الله أعلم ممكن يستعرضونا The Last of Us Part 2 Director's Cut لأ جد والله ما عم بستبعدي يعني خلاص يصدنا نتوقع أي Director's Cut من سوني أو ممكن يفرجونا نظرة أولى على طور الأونلاين الخاص باللعب لأنه من بعد فترة التسريبات السن الماضي ولا عاد إسمعنا أي شي عن الطور هذا خصوصاً إنه منتظر وفي كتير ناس متحمسين له عادي ممكن يعملوا التويست الأسطورة ويحطو لك الطور هذا من ضمن مزايا Director's Cut أو ممكن يستلموا زمام الأمور ويكشفونا عن مشروعهم الجديد كلياً القادم فقط للجيل الجديد حتى يبهرونا ويحمسونا عليه خصوصاً إنه Naughty Dog بيعشقوا الكشوفات المبكرة مع Naughty Dog مش هتقدر تغمض عنيك يعني وممكن نشوف منهم أي شيء أيضاً متأكد إنه رح نشوف لعبي جديدي كلياً من نشر سوني يعني هيك كشف أول بعمرنا ما سمعنا عنه سواء كانت من تطوير استيديوهاتهم أو بتعاون مع مطور معين إن كانت اللعبة من تطوير استيديوهاتهم فباعتقد أكتر استيديو جاهز يعرض لنا شو عنده هني بيند استيديو مطورين لعبة Days Gone بما أنه لعبتهم نزلت من شيء سنتين ونص ويا ربي رحمنا برحمتك أما لو كانت لعبة من استيديوهاتهم فبصراحة ما عندي أي توقعاتهم إعادة جداً يعني إنه ما يكون عندي توقعات يعني ما لازم أتوقع كل شيء بالدنيا يعني ما لها الدرجة أنا بتفلسف يعني صحيحنا بتفلسف في سواء لهالدرجة Ghostwire Tokyo قادمة بمطلع 2022 حسب كلام مطورينا رح يكون من المستغرب جداً عدم حضورها بالمؤتمر خصوصاً إنه حصري مؤقت للبلاي ستيشن بتوقع نشوفها بعرض جديد مركز على الجانب السينمائي مع نافذة إطلاق بالربع الأول أو الثاني من السنة على أن يتم تحديد الموعد هذا رسمياً بحفل جوائز جيف كيلي ولو صح توقعي بدي ياكن تنزله تحت حطولي لايك ويسعد لي مساكن وبما أننا عم نحكي عن Bethesda والحصريات المؤقتة أكيد طبعاً رح نشوف Deathloop اللعبة اللي باقي لها تريلرين بس ومنختمها تماماً من كترة العروض وبما أنه رح تنزل بعد المؤتمر بخمسة أيام فقط فباعتقد إنه فرصة ممتازة لاستعراض أخير ووداعية من ناحية التريلرات Kena Bridge of Spirits هي الأخرى ممكن تتواجد استعراض أخير أيضاً بما أنه رح تنزل بعد المؤتمر بشيء أسبوع ونص تقريباً هاي كانت الألعاب الحصرية اللي منطقياً ممكن نشوفها بالمؤتمر بناءً على توقعي الشخصي نروح الآن للألعاب الغير حصرية وحقيقة ما إجاب بالي إلا أربع ألعاب ثلاثي منهم قادمين هاي السنة ووحدة جاي بالـ 2022 Call of Duty Vanguard بما أنه من تسويق سوني ما عندي ذرة شك بعدم تواجدها لأني متأكد رح نشوفها وبعرض محترم أيضاً Guardians of the Galaxy لعبة Square Enix اللي كتير فخورين فيها بتعاونهم مع مارفل بس على ما يبدو قدراتهم التسويقية جداً محدودة له العنوان فلابد يستنجدوا بالكبير GTA V نسخة الجيل الجديد يعني متخيلين مثلاً ينتهى المؤتمر وما نشوفه أكيد رح تحضره ورح ننبهر معه بقدرات الجيل الجديد الرهيب الخارقة باللعبة اللي نازل الجيل اللي قبل الماضي لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل ممكن نشوف لعبة أخرى من Rockstar؟ كيف بس؟ عجبتني هاي Rockstar خلنو رجع نكمل بالتوقعات ونقول Hogwarts Legacy سبحان الله يا جماعة السنة الماضية مثل هالوقت تم الكشف عن اللعبة هاي رسمياً على أساس أنها جاي بال2021 لكن طبعاً تأجلت للـ 22 فبما أنه صلنا سنة كاملة من آخر كشف وسوني هن اللي متولين موضوع التسويق فمتأكد مية بالمية أننا رح نشوفها إن شاء الله بيستبعد تماماً رؤية Final Fantasy XVI كما أنني بيستبعد أيضاً رؤية لعبة براغماتا من Capcom أو Forspoken من Square Enix مجرد توقعات طبعاً لكني رح كون مبسوط أكيد لو شفتن بتوقع أيضاً نشوف شغلي إلى علاقة باستثمارات الشركة مع الاستوديوهات يعني مثلاً تيزر بسيط لأحد المشاريع الثلاثة اللي شغالين عليها الاستوديوهات المتعاونة مع سوني أو ممكن نشوف استحواذ على استوديو معين وغالباً هون وبالتوقع شخصي جداً بداية وبسيط جداً بلو بوينت صح؟ يعني هن يا قرب استوديو ممكن يستحوزوا عليه لكن أكيد طبعاً المؤتمر لن يحتوي على أي شي بخص الجيل الجديد من الفي آر أو أي شي بخص الهاردوير على الإطلاق ممكن لبعض مباشر يقول لي هي يا بو وين متحمس أنت وعم تتوقع كل هالشغلات ترى المؤتمر كله على بعضه 40 دقيقة ويه؟ 40 دقيقة بتكفي وزيادة لكل هالشغلات على الأقل اللي توقعتها يعني تتذكروا مؤتمر كشف السعر الرسمي عن بلاي ستشن 5 في السنة الماضي؟ كانت مدته 40 دقيقة أيضاً واحتوى على 12 لعبي وبعضها بعروض مطولة أيضاً مثل سبايدر مان مايلز موراليس 10 دقائق أو الكولد وور 5 دقائق أو طبعاً ديث لوب 4 دقائق لذلك فال40 دقيقة هاي كافي وزيادة لكل شي بنحتاج نشوفه من ألعاب قادمة السنة الجاي أو هاي السنة بما تبقى فيها ومع حقيقة أنه العرض ما فيه بلاي ستشن 5 لحتى نشوف موعد إصداره ولا تريلرات بلس وهالكلام الفاضي هذا كله فال40 دقيقة هون راح تكون حتى أطول من الأربعين تبعت السنة الماضي الوقت فيه برك يا جماعة بس خلونا نعرف نستغله وعد ما فيه أحسن من سوني باستغلال الأوقات المؤتمر إن شاء الله راح يكون يوم الخميس الجاي الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة يعني السهرة يا معلم برعاية السوني شاركونا بمشاهدة وردة فعل المؤتمر على تويتش هاد حسابي طالع قدامكم على الشاشة وطبعاً أكيد بتلاقوا رابط القناة بالوصف بس لهذاك الوقت بيفرج ربك الآن بدي يكن تنزلوا تحت على التعليقات وتشاركوني أكتر ألعاب بتتمنوا تشوفوها وألعاب بتتوقعوا تشوفوها يعني حتى لو ما بتحمسينها بس يعني متوقعين تشوفوها باختصال يعني عملوا شغلي متل ما أنا عملت هون إن كنت تشاركوني توقعاتكم وتمنياتكم لايك على الفيديو هذا لو عجبكم اشتركوا بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم الإشعارات أول بأول شكراً كبير لكم على المتابعة يا جماعة ونراكم إن شاء الله في قادم الأيام سلام عليكم اشتركوا في القناة